موسيقى ليه الناس النهاردة رغم ان الله مش بخلان علينا التعزيات؟ ليه الناس مش عايزة تتعز؟ ليه تدخل الاجتماع والترنيمة شغالة؟ وقلبك بيحاول يتجاوب معها ولكنه كأنه في إغماقة عميقة؟ ليه؟ 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 ليه كل وعود الكتاب مش عارفة تحرك قلبك تخلي دمعتك تنشف؟ ليه؟ ليه النبوات اللي الرب قال لك أنا مش متفاجئ باللي بيحصل معاك؟ ده من أرمية الصح 31 وأنا عارف إن ده هيحصل ليه رحيل منزعجة ومضطربة لدرجة إن حتى باقي النبوة ما كملتش وقفت بس عند تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين؟ اسمحول يا حبائي أقولكو سببين بس بساط جداً اقتصر الأسباب واحد ليعقوب اللي بكت ومرضيتش تتعزى واحد لرحيل اللي بكت ومرضيتش تتعزى بس السببين نفسهم هيشتركوا في كلمة واحدة لا ده عارف العنوان بتاع التعزية فين؟ ولا ده عارف العنوان بتاع التعزية فين؟ ركز معايا يا عقوب ليه مش عايز تتعزى حبيبي؟ ربنا يخلي لك أنت باك حضاشر راجل محترم يوسف ضاع يبارك لك في واحد منهم من الحضاشر؟ لا 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 كله كوم وده كوم؟ شمعنا؟ هي رحيل اللي خلفت لك يوسف ما خلفت لكش بنيمين حتى أنا هنفترض أن كل العيال اللي بقيين أي كلام مش عايزين نفتكر واحد ولا عايزين نفتكر رقوبين ولا نفتكر شمعون ولا نفتالي ولا يسكر ولا يهوزة سيبك منهم كل أولاد ليه أو أولاد الجواردون من هونش لازم خلينا في بن يمين راح يوسف قاعد لا يا ولدي الموضوع مش في يوسف وبن يمين أمه ليه؟ الموضوع أنت ما تعرفش إيه اللي ضيع يوسف إيه؟ أنا يا ولد أنت؟ إزاي؟ هو مين اللي طلع يوسف يدور على أخواته؟ أنا هو مين اللي ضيع يوسف وهو عارف إن الوقت ده مخلص ولو ملقيش إخواته ممكن يتوه هو بيدور عليهم وهو ممكن يدور عليهم ده غلبان وغض وصغير يعيني لابس أميس ملون كده حاجة جميلة ده ميطلعش يدور على حد ده بناري صعبة ده ممكن وحش ردي إيه؟ على فكرة أول ما شافي الأميس كمل السيناريو من عنده قال يوسف ابني افترسة افتراسا غالبا قلبه كان بيدرب ويوسف بيقع في البير حاسس بابنه حاسني في حاجة خطأ عملها يا عقوب ليه مش عايزة تعزى؟ أنا في 2023 عملت حركات في غاية الغباء في غاية التهور عملت تصرفات تخلي يوسف يسيب الخيمة دون رجعة تورطت في خطايا تخليني مكسوف ومخزي قدام نفسي لغاية مموت عشان كده مهما تحاولوا توعزون على المنابر هسمع على اعتبار أن أنا هسمع أهي وعظة لكن أنا مش متعزي ليه؟ لأني ضيعته بإيدي ضيعته حضور الرب بإيدي أنا سبته يتحرك برا الخيمة أنا اللي ديته الأمر يمشي أنا اللي ما كنتش أمين مع خلفة رحيل الغالية اللي ما خلفت ليش غير الاتنين وده أحلاهم الوضع الصغير بين يمين ده تحس يعين أنه بيء يعني إضايع في الرجلين يعني الأصغر وخلاص لكن يعقوب كان يعقوب كان طول الوقت بيقوله أنا اللي ما ودتك بإيدي يا ولدي يوسف لما قابل إخواته قال لهم أنا عارف إن أبوكو حاسس بالزمد وأنا عارف إنه مش متعزي بس أنا هقولكو حاجة تنعش قلبي يا عقوب لما يسمع روحوا لأبويا قلوله مش أنت اللي بعتني مش أنتوا اللي بعتوني ومال مين اللي بعتني؟ الراب يعني أنت عاوز تبرر خطأ يا عقوب؟ لا مش مبرر خطأ يا عقوب يا عقوب غلط ولكن اوعى تنسى اللي فيه إله يعرف يمسك الغلط ويقلبه صح العنوان مش اللي انت عملته العنوان اللي هو يعرف يعمله من اللي انت عملته